أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة موقف تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لدفع العمل بها وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرى مدبولي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة لتطوير الريف في قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على إجراء مراجعة دقيقة ومنتظمة للأعمال الإنشائية الخاصة بالمبادرة من أجل ضمن مستوى الأداء وتنفيذ طبقا للمعايير المطلوبة لجميع قطعات المبادرة ومراحلها